شو حل بها الجولات الأمريكية عم تخليني التقى بأصحاب وأصدقاء فنانين بداينا سواء وكنا مثل ما بيقولوا كنت رفيق مشواره من بدايتهم بدايلك أهلا وسهلا فيك نورة أمريكا صبحين يا عماني سعد لي مساك وصباحك ومساك كلنا عم نشوفونا وصباحهم كتيراً بسطة إن شفتك لأنه تعرف أنت مثل ما بقولوا من عدام الرقبة وفعلاً الانطلاقة كانت انطلاقتي الفنية متلازمة مع انطلاقتك الإعلامية فأنت إلك علي كتير لأنه أنت كتير كنت داعم لصبحي فكتير مبسطت شفتك وكتر خير الله الحمد لله مثل ما شفت تور حلو إن شاء الله قلب بعد عنا كم شوي إن شاء الله بيزبط بعد أكتر وأكتر كنا هيك شوي بالفيدباك نضل يعني من أيام طول ما أنت غايب هالأغني اللي أجت عملت تورنادو هيك وظهرت اسم الله عليك يعني أنت بها داك الوقت أنت وشون أنت حين يحبه كتير عاصل حلاني فرس الأغني اللي مازال موجود كمان وكان معكم كمان بها داك الوقت زين العمر طوني حتشيتي كان طبعاً طبعاً يعني فيه جيل هيدا الجيل الجيل التسعينات كانت إنك تعمل غنية تنجح يعني أنت بلا تكون أبضاي تتغني بمحل معين من اللي بيغنوا فيه النجوم تتنزل تعمل فيه حفلة يعني أنت تقريباً خلص أخدت الفيزا يعني طول ما أنت غايب كانت كانت المفاجأة لا إليه من المفاجأة مش بل مش كأغنية أنه أنا كنت خايفان منها ولا لا طول ما أنت غايب سمعتها من أولى سعادي نخلي اللي بوجه له تحية ووقتها إنه قال لي في غنية بس أنا هيك شوي بعد بكير عليك تقول له سمعني فسمعنا أول مقطع تقول له هاي قال لي بسمع خايفان تقول له بسمع على حالي ما عندي مشكلة فكتر خير الله إنه الناس حبتها الناس ما زيلت لحد الآن يا عيماد بتفاجأ لما شوف صبايا وشباب بسهراتي أعمارهم بالعشرين وحافظينا بتطلع هيك إنه هي هي حيصر لتلاتين سنة تقريباً طول ما انت غايب بالأربعة وتسعين فقيمتاً حفظوها وكيف حفظوها هذا الحمد لله رب كتر خير الله مين مأثر بحق صبحي لحتى صار عنده شوي هيك ابتعاد عن الساحة هو مأثر بحق صبحي أم في حدا مأثر بحق صبحي لأ خلي نبلش بحالي أنا يعني بتعرف اليوم السوشيال ميديا هي المجبور عبره أنك ضلك تطل أنا من الناس اللي بعدني لهلأ يعني مأتنعت تقريباً يعني خليني بعد مأتنعت أنه السوشيال ميديا بتعمل بتكرس نجومية مأتنع أنه السوشيال ميديا هلأ بتعمل أفشي للغنية للمطرب للكليب واللي لخبرية لكلمة لأي شيء ليه ما بتستخدمها؟ من من النوع اللي بقدر استخدم هدا الشيء كريميل كرس حالي ايه أنا مأثر بحق السوشيال ميديا مفي شك مأثر بحق أغاني الخاصة مأثر بحق الأعلام هلأ السوشيال ميديا مأثر بحقي أنه أنا لما عم بعمل غنية يعني أنا آخر غنية عملتها خطة كسرة من كلمات علي المولى وألحان محمود العيد الأغنية كانت من كل الجوانب أغنية يعني تستحق أنه تعمل وعملنا اللي علينا إكليب وإزاعات وتلفزيونات واللي بدك يا يعني ما بعرف حالي هي أنه أنا عملت اللي علي يعني بتجي بتقلي أنه ما أنت أسرت لأ أنا بعتقد أني عملت اللي علي بالغنية بتجي غنية تاني لحدا تاني فيها كلمة من اللي عم نسمعون اليوم تقتلك كل اللي عملت وأنت وتعبت عليه وهون بدي أقول للمشاهدين اللي عم يشوفونا إن شاء الله يا رب أكيد مثل ما كنت شاهد على العملاق وضيع الصافي لما سلم الشعلي لعاصل حليني نحكمن الراحل العملاق صباح فخري سلمك الشعلي وأنت محافظة على هالتراس الحلو اللي شوفنا لما بتغني شو بيصير بالصلة الحمد لله شوف يعني الله يرحم طرابو ويرحم للستيز ودي ويطول بعمر أبو الوليد مسؤولية إنه فنان كبير يحكي عنك ويزكر اسمك يعني أنت حطك بموقف كتير صعب يا بدك يكون قدويا يا لأ نسحب فالحمد لله إن شاء الله يكون قد الحمل لأنه صدق فيه ناس بيقولوا لي شو أبو الصباح ما عنا شي جديد بلو أنا والله إن شاء الله بيقول لما مشكلة المهم بدأ نسمع أنا في شكراين وخمرة الحب بعد القوابة يعني صار صبحي من النسبة للناس صبحي لون لون غناء بيعمل غنية جديدة ما بيعمل غنية جديدة بتضرب غنية ما بتضرب غنية آخر همهم معرفة فإن شاء الله نقدر ندل محافظين على هيدا الشي يا رب أكيد الله يوفقك وهون كمان بدي أقول بتأكيد لكلامك اللي عم تقوله أنه كنا هيك بحديث جانبية بنبع من دردش أنا وصبحي خبرني خب هيك خبرية عن الراحل الصباح فخري لما كان عم بيقوله لأ أحد أولادك أنه لأ اللي عم تسمعوا هيك قالك لأ خلي يسمعوا كل شيء وهني ينقل الصح ففعلاً عجبتني هالجملة اللي جملة ما بتروح من راسي لما عم بيقوله أنه أنا في محطات فضائية كانت بعدها جديدة طالها محطات وأغاني يعني دون المستوى تقول له أنا ما هيدولي المحطات شايلهم من بيتي قال لي لي قال لي ما بدي أولادي يسمعون بعدني بذكر قال لي مين حطك مسؤول عن دينة أولادك شوف مين حطك مسؤول عن دينة أولادك الولد بتترك ويسمعوا اللي بدوية بعدين هو حيختار الصح الحمد لله بطريق الصدفة عم بتحدث أنا بجولة تحية من أمريكا أكيد التايجر فيرس كرام وعرفنا مع صبحي قال لي حبيب قلبي سلملي كتير عليه فحبيت أنه بعدك محافظ على علاقتك مع أصدقائك الفنانين الحمد لله طبعاً أبو كرام من الغاليين على قلبي وغيره وغيره شوف أنا عماد حاولوا ناس من أب بأول الطريق نصبحي بدك تعمل شي هيك حكي لك كلمة عفلان تب يخيي ليه أنه يخيي بشي برباكندا وقصص ما بعرفون هدول كتن خير الله الشغلة الوحيدة اللي بنبسط فيها أنا إيمك من الفن إنه فنانين كتير حتى ما بيعرفوني شخصياً إذن ذكر اسم صبحي بيعطوك إيجابة إيجابية عنه كتر خير الله هايدي محبة الناس ما بتجي عن عبس خليجي أنا هيك لأمريكا وهالطور الجميل خبرنا عنه قدي صار لك آخر طور عملته بأمريكا أي سنة كان؟ أنا آخر سنة جيت بالألفين وسبتاش أو تمنتاش بأخر السبتاش طور كنا على أساس بصراحة بلشنا بخمس حفلات على أساس الموضوع هو على خمس حفلات كتر خيرك يا الله الحمد لله صاروا صاروا تسعة شو محضرنا عمل جديد؟ ولا شي هدا هو سكوب بصراحة لك عندي غنية بصراحة عملتها قبل كورونا بشوي ومعت نزلتها هي من كلمات وألحان محمود العيد توزيعه غنية مهضومة أوكا يعني معتقد صار الوقت أني نزلها بس أنا ناطر شوي كنت بدي أعملها كليب فهذا حصورها كليب وقريبا يعني مفروض قريبا إذا الله رات بركي بعد رمضان إذا الله رات نعاد عليك وعالجميع مبسطنا فيك وإن شاء الله منجاح لأكبر ومنلتقا فيك دايما على خير ما تطول غيب على أمريكا؟ لا لا إن شاء الله إن شاء الله لا فيه دايما شي مفروض يعني نعمل فيني يصرب لونشيب؟ شهر مايو انت هون دغري؟ ايه إذا الله ماعطيت نسكوب ماعطيته نسكوب إن شاء الله إن شاء الله في شهر خمسة فيه عنا مناسبة عزيزة على قلبنا وعنا إن شاء الله يمكن يكون في كذا حفلة فا يا رب يا رب